أدان مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي لاعتداءات الإسرائيلية على يونيفال مثمناً إسرار العديد من الدول الصديقة للبنان على استمرار عملها في الجنوب قال مكتب ميقاتي إن موقف الحكومة اللبنانية واضح بشأن السعي إلى وقف إطلاق النار من الجانبين وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع الأول المتحدة رقم 1701 معلناً رفض لبنان المساس بالمهام وقواعد العمل التي تنفذها القوات الدولية بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني نافياً ما تردد من أنباء بشأن طلب الولايات المتحدة من بيروت إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد